سأعرض لكم عقيدة الطوسي في إمامه ما هي المعرفة الطوسية لمحمد وآل محمد ما هي معرفة الطوسي لإمام زمانه سأقرأ عليكم من الصفحة التاسعة والستين بعد الثلاثمائة صفحة لثمية وتسعة وستين من الكتاب الذي أشرت إليه الاقتصاد فيما يجب على العباد الرسالة العملية العقائدية لمقلدي الطوسي والتي اتخذت برنامجا ومنهجا عقائديا إلى يومنا هذا نقلوا عنها وأخذوا منها الطوسي هكذا يقول وإنما قلنا إنه يجب أن يكون أفضل فيما هو إمام فيه يتحدث عن إمام زمانه وإنما قلنا إنه يجب أن يكون أفضل فيما هو إمام فيه ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول من أنه لا يشترط في الإمام المعصوم أن يكون الأفضل في كل شيء وإنما هو الأفضل في دائرة ما هو إمام فيه وهؤلاء يجعلون دائرة الإمامة ضيقة بحدود الإفتاء في أمور الدين في حدود ضيقة أو في حدود القضاء في الخصومات أو في حدود الحكومة بين الناس أو أن يكون حاكما شرعيا فهم لا يعطون للمعصوم دائرة أوسع من هذه الدائرة وإنما قلنا إنه يجب أن يكون أفضل فيما هو إمام فيه في دائرة إمامته يستمر الطوسي لأنه يجوز أن يكون في رعيته من هو أفضل من فيما ليس هو إمام فيه ككثير من الصنائع وغير ذلك والمعتبر في الإمامة والمعتبر كونه أفضل فيما هو إمام فيه ففي رعيته من هو أفضل منه هذا إمام بالهلس يسمونه هذا إمام الطوسي هذا إمام أبو الهلس هذا إمام أبو اللقو أي إمام هذا بس هذا إمام الطوسيين هذا إمام مذهب الكلب قارنوا بين هذا المنطق ومنطق الزيارة الجامعة الكبيرة علمني يا ابن رسول الله هذا النقع يقول للإمام الهادي علمني يا ابن رسول الله قولا بليغا كاملا أقوله إذا زرت واحدا منكم قارنوا بين منطق أئمتنا وبين منطق هؤلاء الثولان أعيد قراءة الكلام كي يكون واضحا لديكم صفحة 369 من كتاب الاقتصاد فيما يجب على العباد إنها الرسالة العملية العقائدية للطوسي وقد حددتكم عنها قبل قليل وإنما قلنا إنه يجب أن يكون أن يكون الإمام أفضل فيما هو إمام فيه لأنه يجوز أن يكون في رعيته من هو أفضل من فيما ليس هو إمام فيه ككثير من الصنائع وغير ذلك والمعتبر كونه أفضل فيما هو إمام فيه نستمر في القراءة صفحة 371 فيما يرتبط بالعلم ويجب أيضا أن يكون الإمام عالما بتدبير ما هو إمام فيه فقط في الدائرة التي تكون مرتبطة بشأنه الديني ويجب أيضا أن يكون الإمام عالما بتدبير ما هو إمام فيه أصلا مراجع النجف في كتبهم الفقهية المعروفة يتحدثون عن أن الإمهم ليس عالما ببعض أحكام الدين وسأقرأ هذا عليكم من أمهات الكتب الفقهية والتي تدرس في حوزة النجف إلى يومك هذا سآتي بالكتب وأقرأها عليكم لكن بعد أن أكمل حديثي عن الطوسي هذا عن إمامهم الطوسي عن إمام الغباء والثول ويجب أيضا أن يكون الإمام عالما بتدبير ما هو إمام فيه من سياسة رعيته والنظر في مصالحهم وغير ذلك بحكم العقل العقل هكذا يحكم ويجب أيضا أن يكون بعد الشرع عالما بجميع الشريعة ويجب أيضا أن يكون بعد الشرع يعني بعد وجود الشرع عالما بجميع الشريعة لكونه حاكما في جميعها ولا ينزم إذا قلنا إنه يجب أن يكون عالما بما أسند إليه أن يكون عالما بما ليس هو إماما فيه كالصناعي وغير ذلك لأنه ليس هو رئيسا فيها يعني حتى لو كان عالما بهذه الصناع فلا يشترط أن يكون الأفضل فيها لأنه قدم قبل قليل هكذا قال إنه يجب أن يكون أن يكون أفضل فيما هو إمام فيه لأنه يجوز أن يكون في رعيته من هو أفضل منه فيما ليس هو إمام فيه ككثير من الصناع يعني يمكن أن يعرف صنعة من الصناع الإمام المعصوم لكنه لن يكون الأفضل فيها لأنها ليست من شؤون إمامته وكأن الإمامة شيء وكأن الإمامة شيء آخر أمطايا ذول بتمام معنى الكلمة أمطايا هم 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 عبيد للشيطان الشيطان ينطق على ألسنتهم الشيطان يريد أن ينتقص من أئمتنا بقدر ما يستطيع فمن أي طريق من طريق بقالي الشيعة مثلا من طريق موظفي البلدية مثلا من طريق عمال البناء مثلا من طريق موظفي الصحة مثلا الشيطان إذا أراد أن ينتقص من أئمتنا إنه ينتقص منهم عبر مراجع الدين الذين يتخذهم حميرا عنده مثل ما هم يتخذون عوام الشيعة حميرا عندهم ويطعمونهم هذا الخراء هذه العقائد كذلك الشيطان هو الذي ينطق على ألسنته وإنما قلنا إنه يجب أن يكون أفضل فيما هو إمام فيه لأنه يجوز أن يكون في رعيته من هو أفضل منه فيما ليس هو إمام فيه ككثير من الصنائع وغير ذلك والمعتبر كونه أفضل فيما هو إمام فيه قرضه هنا يتحدث عن أن الإمام يمكن أن يكون عالما ببعض الصنائع لكن لا يشترط فيه أن يكون الأفضل وإنما يشترط فيه أن يكون الأفضل في دائرة إمامته ما هي دائرة الإمامة تسع كل شيء يا أيها الطوسي الأثوال يا شيخ الطائفة يا شيخ الحمير ما هي دائرة الإمامة هي دائرة الأوسع القرآن جعل التوحيد والنبوة والقرآن وكل الرسالة تساوي صفرا من دون بيعة الغدير فكيف لا تكون الإمامة أوسع هنا قرض أفضليته هنا قرض علمه بالصنائع في البداية قال يشترط فيه أن يكون الأفضل فيما هو إمام فيه الأمور الأخرى لا يشترط أن يكون الأفضل فيها يمكن أن يكون عارفا بالصنائع وعنده صنعا لكن لا يشترط فيه أن يكون الأفضل فيها فبعض رعيته قطعا سيكونون أفضل منه هنا حينما تحدث عن العلم قال لا يشترط فيه أن يكون عالما بالصنائع ولا يلزم إذا قلنا إنه يجب أن يكون عالما بما أسند إليه أن يكون عالما بما ليس هو إماما فيه كالصنائع وغير ذلك لأنه ليس هو رئيس فيها ومتى وقع فيها تنازع من أهلها حدث خلاف في الصنائع في الحرف في أي مورد آخر ومتى وقع فيها تنازع من أهلها ففرضه فرض الإمام يجب على الإمام صار الإمام مأموما هنا عند الطوسي الأغبر ففرضه ففرض الإمام الرجوع إلى أهل الخبرة مثل ما يرجعون الشيعة إلى أهل الخبرة في تشخيص الأعلى الذي هو الأجهل والأغباء والأثول وأهل الخبرة الذين يتحدثون عنهم كذابون سفلة يشتغلون بالأموال خبرتهم تشتغل بالأموال التي يأخذونها من المرجع الذي سرق الشيعة باسم صاحب الزمان كي يكون الأعلى أما الإمام المعصوم ياهل يجي العبي مو هو الأعلى بس المرجع يعرف كل شيء وهو دماغ سز مطي يكتب لبيان اللي هو جزء من شغله واختصاصه يكتب لبيان صفحة صفحتين مشحون أغلاط وأخطاء هو الأعلام ويعرف كل شيء وأي قضية تنطرح بالمجتمع رجعوا بيها للمرجعية حتى المرجعية تخر على روسباتكم هذا هو الواقع العبارات قاسية غير مؤدبة البرنامج ما يعجبك روح شوف لك قناة ثانية هذا هو الموجود الموجود هو هذا تريد التابع تابع ما يعجبك روح شوف لك قناة ثانية وروح شوف لك قناة سيستانية شيء رازية وخلي ترسول راسك من هالزبالة هاي اللي يعتم من هذه زبالته ومتى وقع فيها تنازع ومتى وقع فيها تنازع من أهلها ففرضه الرجوع إلى أهل الخبرة والحكم بما يقولون يصبح محكوما لحاكم آخر وهم أهل الخبرة الإمام الذي هو حجة الله ومن قال من أن أهل الخبرة سيكون كلامهم صحيحا هذا يعني سيعبثون بالإمام سيكون الإمام معبثا لهم ولعبة لهم لأهل الخبرة إلا إذا يرجع للمرجعية الإمام يروح يسعى للمرجعية حتى المرجعية تعلمه هو هذا دينكم ما هو هذا دين الطوس هذه عقائد الطوس هذه الرسالة العملية العقائدية التي كتبها للشيعة الذين يقلدونه هذا هو دين المذهب الطوس حينما أقول لكم هناك دين العتر وهناك المذهب الطوس كلامي يبتني على حقائق أصبر علي وحق الحسين سأكشف لكم من الحقائق الكثير الكثير ما لا يخطر على بالكم ومتى وقع فيها تنازع من أهلها عند أرباب الصناع والحرف والتخصصات المختلفة ففرضه ففرض الإمام الرجوع إلى أهل الخبرة والحكم بما يقولونه نستمر في قراءة هذا الضلال الذين نعلم هل يخرج من فوق أم يخرج من تحت من فوق الطوس من تحت الطوس ماذا يقول أبو الطواسيس أبو الطواسيس هكذا يقول ولا يلزم أيضا أن يكون عالما بصدق الشهود والمقرين على أنفسهم لأنه إنما جعل إماما في الحكم بالظاهر دون الباطن ولك ده ما أخسز الإمام يطالبنا أن نؤمن بظاهره وباطنه والإمام يقول لنا من أن الدين له ظاهر وباطن وعليكم أن تؤمنوا بظاهر الدين وباطنه والإمام يقول لنا القرآن إلى ظاهر وإلى باطن ويعلمنا قواعد تفسير القرآن وفقا للظاهر والباطن والروايات تبيننا الجانب الظاهر من الدين والجانب الباطن شلون الإمام ما مكلف بالظاهر والباطن هاي أثول ابن الأثول ولا يلزم أيضا أن يكون عالما بصدق الشهود والمقرين على أنفسهم لأنه إنما جعل إماما في الحكم بالظاهر دون الباطن وإنما يجب أن يكون الإمام عالما بما أسند إليه في حال كونه إماما فأما قبل ذلك فلا يجب أن يكون عالما ويضرب لنا مثالا ما هو المثال يقول ولا يلزم أن يكون أمير المؤمنين عليه السلام عالما بجميع الشرع في حياة النبي صلى الله عليه وآله يعني حينما أرسل النبي أمير المؤمنين إلى اليمن لم يكن أمير المؤمنين عالما بالشرع كله إذا واجهته مشكلة أو واجهت الناس مشكلة فماذا سيصنع لازم يروح إلى منهاج الصالحين الرسالة العملية مالة الخوي لو يروح الرسالة سيستاني ما هذا الضراط يا مراجع الشيعة ما هذا الضراط ما هذا الضراط ما هذا الضراط يا أيها الشيعة هذا هو دينكم ولا يلزم أن يكون أمير المؤمنين عليه السلام عالما بجميع الشر في حياة النبي ولك دماغ سيس لا يا أذوال على يدك الآية الثالثة والأربعون من سورة الرعد بعد البسملة وهي آخر آية في سورة الرعد ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب علي هذا ماذا ولك يا أذوال علي هذا وهذه الآية مكية وليست مدنية ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب الشهود علمهم واحد في القضية الآية تساوي بين علم الله وعلم أمير المؤمنين هذا ما تقول له هذا ما تقول له وما تقولهم للمراجع على نفس هذا المنهج يسيرون ادخلوا إلى الإنترنت وشوفوا العدد الهائل من البرامج من برامج الفضائيات الشيعية والمراكز الشيعية في التمجيد بالطوسي إذا ما رجعتم إلى المكتبة الشيعية فإن عدد الأبحاث وعدد الكتب التي كتبت عن الطوسي هي أكثر بكثير من الكتب والأبحاث التي كتبت عن إمامنا الحسن المجتبى أو عن إمامنا السجاد أو عن إمامنا الجوادي أو عن إمامنا الهادي أو عن إمامنا العسكري ما كتبوه من كتب يسطرون ما يسطرون من المناقبية والكرامات والأمجاد وكأن طوسي فتح الفتوح ولقد ركز الضلال كل الضلال هذا الطائح الحظ في كتبه ولا يلزم أن يكون أمير المؤمنين عليه السلام عالما بجميع الشرع في حياة النبي صلى الله عليه وآله أو الحسن والحسين لا يلزم أن يكون عالمين أو الحسن والحسين عالمين بجميع ذلك في حياة أبيهما لا طائح الحظ رسول الله رسول الله صلى الله عليه وآله حينما كان يقول عن الحسن والحسين في صغرهما إنهما إمامان قاما أو قعدا ما معنى هذا الكلام النبي صلى الله عليه وآله في تكبيرة الإحرام شرع إلى التكبيرة السابعة بحسب أحاديثنا وفقا لتكبيرات الحسين لتكبيرة الحسين شرعت التكبيرات السبعة في تكبيرات الإحرام وفقا لموقف الحسين في الصلاة وكان صغيرا هذا وأمثاله من مراجع السوء والضلال ذول الامطايش فاهمين من الدين شنو فاهمين من عنده ولا يلزم أن يكون أمير المؤمنين عالما بجميع الشرع في حياة النبي أو الحسن والحسين عالمين بجميع ذلك في حياة أبيهما بل إنما يأخذ المؤهل للإمامة العلم ممن قبله شيئا بعد شيء ليتكامل عند آخر نفس من الإمام المتقدم عليه بما أسند إليه هكذا تعتقدون في أئمتكم رسول الله يقول الحسن والحسين إمامان قام أو قعد في كل أحوالهما في صغرهما وهذا طوسيكم يقول ما يقول هل تستغربون هل تستغربون بعد ذلك ما يتفلت على ألسنة الخطباء الوائلي وأمثاله أو على ألسنة المتحدثين ككمال الحيدر وغيره من مراجع الدين هل تستغربون هراءهم وخراءهم الأصل من هنا هذا هو إمامهم هذا هو إمامهم أمير المؤمنين يقول ما في الجنان يظهر على فلتات اللسان لاحظوا كيف يتحدث عن أمير المؤمنين وعن الحسن والحسين حينما يضرب أمثلة هذه الأمثلة إنما تأتي على لسانه وتأتي عبر قلمه لأنها حاضرة دائما في ذهنه في جنانه في عقله في قلبه ولذا ما في الجنان يظهر على فلتات اللسان هنا يتحدث الطوسي عن المعلومات المتواترة عن الأخبار المتواترة أنا أريد أن أذهب إلى زاوية في الحديث صفحة ثلاثمية وثمانية وستين يقول ألا ترى أنه يقبح من ملك حكيم أن يجعل رئيسا في الخط مثل ابن مقلى هذا خطاط معروف ابن مقلى خطاط معروف زمن زمن العباسيين ألا ترى أنه يقبح من ملك حكيم أن يجعل رئيسا في الخط على مثل ابن مقلى ونظرائه من يكتب خطوط الصبيان والبقالين يقول هذا أمر قبيح أن نجعل رئيسا للخطاطين مثل ابن مقلى ونظراء ابن مقلى من الخطاطين الكبار المبدعين أن نأتي بشخص من هؤلاء الذين يكتبون بمستوى خطوط الصبيان والبقالين ألا ترى أنه يقبح من ملك حكيم أن يجعل رئيسا في الخط على مثل ابن مقلى ونظرائه من يكتب خطوط الصبيان والبقالين ويجعل رئيسا في الفقه على مثل أبي حنيفة والشافعي وغيرهما هذا المثال الذي يتبادر إلى ذهنه باعتبار أن هؤلاء يمثلون الدرجة الأولى في الفقه والعلم ويجعل ويجعل رئيسا في الفقه من القباحة على ذلك الملك الحكيم أن يجعل رئيسا في الفقه على مثل أبي حنيفة والشافعي وغيرهما قد أقول هذا مثال ولكن لماذا يكرره ولو كان هناك مجال لتكراره لكرره في الصفحة 398 وكما علم ثقه أبي حنيفة والشافعي ومالك وأنه لم يتقدمهم أحد لم يتقدمهم يعني لم يتفوق عليهم وكما علم ثقه أبي حنيفة والشافعي ومالك هذه أمثلة ولا تحدث عن ثقههم هنا إنما هي أمثلة جئت بها مصداقا لكلام أمير المؤمنين من أن ما في الجنان يظهر على فلتات اللسان قرأت ما قرأت عليكم كيف يتحدث عن أمير المؤمنين وعن الحسن والحسين ومن أنهم لا يعلمون الشرع كله قبل إمامتهم تتذكرون هذا الكلام قاله المفيد في كتابه تصحيح الاعتقاد هذا أحد من هناك ولكن هذا بقي على ضلاله وذاك اهتدى تذكروا ماذا قال إمام زماننا في الرسالة الأولى التي وصلت إلى المفيد مذجنح كثير منكم بما أنت من جملتهم يا أيها المفيد ولكنك اهتديت مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون هؤلاء استمروا على ذلك النهج البعيد عن نهج السلف الصالح نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر